السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني الأسبوعية للسوق السعودي ليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر من العام 2020 وقبل أن نبتدأ أخواني العزاء فقرة التحليل الفني أتمنى منكم عمل اشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل جرس الإشعارات من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد ولا تنسوا أيضا الاشتراك في قناة التليجرام الخاصة بالتوصيات في السوق السعودي فيمكنكم الانضمام من خلال الروابط الموجودة في صندوق الوصف وفي التعليقات إذن أخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل المؤشر العام للسوق السعودي تاسي ونلاحظ أخواني العزاء أن المؤشر العام قد نجح خلال التداولات السابقة والجلسات السابقة من اختراق مستوى المقاومة الماثل عند مستويات 8600 نقطة ونجح بالثبات علىها وحاليا يحاول استعناف الزخم الصاعد والسيطرة عليه من أجل استعناف الصعود واستهداف مستويات 8800 نقطة وقد نشاهد أيضا المؤشر العام يصل إلى مستويات 8900 نقطة خلال التداولات الأسبوعية القادمة إذن أخواني العزاء شرط حقق السيناريو الإيجابي للمؤشر العام هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 8600 نقطة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة أرامكو ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم شركة أرامكو حاليا يتداول في ظل الاتجاه الصاعد وقد نجح بالفعل من اختراق مستويات 35.60 ريال هللة والثبات علىها ونلاحظ أيضا التقاطعات ومحاولة خلق تقاطعات إيجابية في مؤشرة ذبذوب ستوك ستيك وفي حال تمكنت التقاطعات من التكون ونجحت بالاندفاع إلى الأعلاقة تعزز فرص العودة إلى السيطرة على الزخم الصاعد واستهداف مستويات 36.25 ريال هللة ومستويات 37 ريال خلال التداولات القادمة وشرط تحقق السيناريو الأسبوعي الصاعد لسهم شركة أرامكو هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 35 ريال إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة سيرة ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم شركة سيرة بمجرد أن اقترب من منطقة المقاومة القوية الماثلة عند مستويات 19 ريال بدأت الأسعار بخلق موجة تصحيحية هابطة وذلك حين وصلت الأسعار إلى مناطق تشبعات شرائية على مؤشر التذبذوب ستوك ستيك ونشاهد هذا الهبوط الذي حصل في سهم سيرة يعتبر تصحيح طوالما أن الأسعار تتداول أعلى مستوى 18 ريال ففي هذه الحالة نعتبر هذا الهبوط عبارة عن تصحيح ومن الممكن أن يحاول السعر استئناف الصعود وإنهاء الموجة التصحيحية الهابطة واستئناف المسار الصاعد مجددا واستهداف مستويات 19 ريال ومستويات 20 ريال خلال التداولات القادمة وبشرط ثبات الأسعار أعلى مستويات 18 ريال إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل سهم مصرف الراجحي ونلاحظ أخواني الأعزاء أن سهم مصرف الراجحي لا يزال يتداول في ظل القناة الرئيسية الصاعدة الواضحة أمامكم ولا تزال الأسعار تستمد الدافع الإيجابي من خلال التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ولا تزال تمدنا بنوع من الإيجابية مؤشر الفوليوم فمن الممكن أخواني الأعزاء بثبات الأسعار أعلى مستويات 73 ريال فاصلة 96 هلالة ثبات الأسعار أعلىها يمد السعر بالسيناريو الإيجابي من أجل السيطرة على الزخم الصاعد الذي يستهدف مستويات 76 ريال و77 ريال خلال التداولات القادمة وشرط تحقق السيناريو الصاعد هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 73 ريال ونصف إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة جبل عمر ونلاحظ أخواني الأعزاء أن سهم جبل عمر قد فشل في اختراق مستويات 33 ريال فاصلة 75 هلالة وعاود أسفل هذا المستوى ولكن حاليا يقترب من دعم القناة الرئيسية الصاعدة فيقترب من مستوى 32 وهي منطقة دعم قوية جدا في حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلىها والارتداد من المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم فمن الممكن أن نشاهد اندفاع للسهم مجددا لمحاولة اختراق مستوى 33 ريال فاصلة 75 وفي حال تمكن من اختراقها قد نشاهد استئناف المسار الصاعد واستهداف مستويات 38 ريال وشرط تحقق السيناريو الصاعد والأهداف المنتظرة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 32 ريال خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم آخر وهو سهم شركة سابك ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم شركة سابك لا يزال يتداول في ظل النطاق الإيجابي وفي ظل السيناريو الإيجابي وذلك بثبات التداولات أعلى الدعم الماثل عند مستويات 95 ريال فاصلة 80 هللة وفي حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلى هذا الدعم من الممكن أن نشاهد اندفاع الأسعار مجدداً لاستهداف مستويات 98 ريال ومستويات 100 ريال خلال الجلسات القادمة وشرط تحقق السيناريو الصاعد هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 95 ريال فاصلة 80 هللة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم مصرف الإنماء ونلاحظ أن سهم مصرف الإنماء فشل باختراق مستوى المقاومة الماثل عند مستويات 16 ريال فاصلة 30 هللة والذي تحدثنا عنه في التحليل السابق وحالياً تحاول الأسعار الهبوط من أجل أخذ العزم للصعود وقد نشاهد بعض التراجعات في الأسعار الذي قد تصل بالقرب من مستويات 16 ريال ومن الممكن أن نشاهد حينها البدء في إنهاء التصحيحات ومحاولة اختراق مستويات 16 ريال فاصلة 30 هللة وفي حال نجحت الأسعار من تجاوزها من الممكن أن نشاهد استهداف مستويات 16 ريال فاصلة 80 هللة خلال التداولات القادمة وشرط تحقق السيناريو الصاعد والأهداف المنتظرة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 15 ريال فاصلة 85 هللة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم بنك الرياض ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم بنك الرياض قد نجح بالفعل بالثبات أعلى مستويات 19 ريال فاصلة 80 هللة ونجح بالارتداد من خط الاتجاه الصاعد ونجح بالعودة أعلى فشاهدنا الاندفاع لسهم بنك الرياض وحاليا يصل لمستويات 20 ريال فاصلة 94 هللة ولديه هدف رئيسي بالقرب من مستويات 22 ريال وشرط تحقق السيناريو الصاعد والأهداف المنتظرة الماثلة عند مستويات 22 ريال فاصلة 30 هللة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 20 ريال إذن أخواني العزاء من الممكن أن نشاهد بعض التصيحات وبعض من التراجعات لأخذ العزم للصعود واستئناف المسار الصاعد وقد نشاهد بعض التراجعات التي قد تصل بالقرب من مستويات 20 ريال ونصف ومن ثم استئناف المسار الصاعد لاستهداف الأهداف المذكورة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة الاتصالات ونلاحظ أخواني أن سهم الاتصالات قد صعد بالقرب من منطقة المقاومة الماثلة عند 110 ريال ولكن سرعان ما بدأ بخلق موجة تصيحية هابطة وهبطت الأسعار واقتربت من الدعم الثانوي الماثل عند مستوى 106 ريالات وبدأت الأسعار بمحاولة إنهاء الموجة التصيحية الهابطة والبدء باستئناف المسار الصاعد ومحاولة العودة لمستويات 110 ريال واختراقها وفي حال نجحت الأسعار من الاختراق من الممكن أن نشاهد الاندفاع إلى مستويات 115 ريال خلال التداولات القادمة وشرط حقق السيناريو الصاعد والأهداف المنتظرة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 104 ريالات إذن أخواني العزاء ننتقل لتحليل سهم شركة سامبا مجموعة سامبا للتعاملات المالية نلاحظ أن مجموعة سامبا تحاول العودة للزخم الإيجابي الصاعد وذلك في محاولة الثبات أعلى مستويات 30 ريال وفي حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلى مستويات 30 ريال من الممكن أن نشاهد محاولة العودة لمهاجمة مستوى المقاومة الماثل عند مستويات 31 ريال فاصلة 60 هللة وفي حال نجحت الأسعار من اختراقها والثبات أعلىها من الممكن أن نشاهد استهداف مستويات 33 ريال و34 ريال خلال التداولات الأسبوعية القادمة وشرط حقق السيناريو الصاعد والأهداف المنتظرة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 30 ريال إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة المراعي ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم شركة المراعي لا يزال يتداول في ظل القناع العرضية المحصورة ما بين الدعم الماثل عند مستويات 53 ريال ومستوى المقاومة الماثل عند مستويات 56 ريال ونصف ومثل ما تحدثنا طوالما أن الأسعار تتداول بشكل عرضي ما بين المتوسط المتحرك مثل ما تلاحظون هبوطا وصعودا ما بين المتوسط المتحرك بشكل زيجزاج هذا يدل على قوة العرضية والمسار العرضي ولن نحدد مسار واضح وصريح لسهم شركة المراعي إلا في حال تمكن من اختراق مستوى المقاومة الماثل عند 56 ريال ونصف والثبات علىها فحينها سوف يبدأ بإعلان المسار الصاعد ويستهدف أهداف قد تصل إلى مستويات 59 ريال وال60 ريال أما كسر مستوى 53 ريال قد يدخل السهم في موجة هابطة قد تصل به وتهوي به إلى مستويات 50 ريال ولكن حاليا نتوقع له في حال تمكن من الثبات أعلى المتوسط المتحرك أن يحاول استئناف المد الصاعد ليستهدف مستويات 55 ريال و 56 ريال خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة البحري ونلاحظ أن سهم البحري حافظ على التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأعلى خط الاتجاه الصاعد وأعلى الدعم المحوري الماثل عند مستويات 40 ريال ونصف فمن الممكن أن نشاهد بحفاظ على التداولات أعلى هذه المستويات استئناف الصعود والبدء بالارتداد من هذه المناطق لاستهداف مستويات 42 ريال و 44 ريال خلال التداولات الأسبوعية القادمة وشرط تحقق السيناريو الصاعد والأهداف المنتظرة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 40 ريال ونصف خلال الجلسات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم الجزيرة ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم الجزيرة قد نجح بالفعل من اختراق مستويات 13 ريال فاصل 60 هللة وحاليا يحاول الاندفاع والتوجه لاستهداف مستويات 14 ريال و 14 ريال فاصل 10 هللات خلال التداولات القادمة وشرط تحقق هذا السيناريو والأهداف المنتظرة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 13 ريال فاصلة 60 هللة ومثل ما تلاحظون قد أعلن توصية على قناة التليجرام خلال الأسبوع السابق وهو شراء سهم الجزيرة من مستوى سعر 13 ريال فاصلة 60 هللة وشاهدنا الاندفاع وحاليا السهم والتوصية في ربح وتقترب من تحقيق الهدف الماثل عند مستويات 14 ريال بإذن الله تعالى فإذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة كيمانول ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم شركة كيمانول يحاول الثبات أعلى مستويات المتحرك لمدة 55 يوم وأعلى الدعم الماثل عند مستوى 11 ريال وطوالما السهم ثابت ويتداول أعلى مستويات 11 ريال نعتبر أن سهم كيمانول يحاول العودة ومهاجمة مستوى المقاومة الماثل عند مستويات 12 ريال فاصلة 15 هللة ومحاولة اختراقها والثبات أعلىها وفي حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلى مستويات 12 ريال فاصلة 15 هللة من الممكن أن نشاهد اندفاع الأسعار ومحاولة استعادة الزخم الصاعد واستهداف مستويات 14 ريال وشرط تحقق السيناريو الصاعد هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 11 ونحن فنيا نرجح السيناريو الصاعد ونرجح استئناف الصعود لهذا السهم خلال الفترات القادمة واستهداف مستويات 14 ريال بإذن الله إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم نماء ونلاحظ أن سهم نماء قد نجح بالفعل الثبات أعلى مستويات 33.70 هللة وحاليا يحاول استئناف الصعود والتوجه لاستهداف مستويات 37 ريال و39 ريال خلال التداولات القادمة ومن الممكن أن نشاهد بعض من التحركات والتذبذبات العرضية ومن الممكن أن ينهي السعر هذه التحركات والتصيحات ومن ثم يستعرف الصعود مجددا وذلك بتلقي إشارات قوية جدا إيجابية من خلال مؤشر الفوليوم ومن خلال تداول الأسعار أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم إذن أخوين العزاء ننتقل إلى تحليل سهم اسمنت السعودية ونلاحظ أيضا اسمنت السعودية يحاول الثبات أعلى المتوسط المتحرك ويحاول الثبات أعلى الدعم الماثل عند مستويات 56.60 هللة ونلاحظ مؤشر تذبذب ستوكستيك يحاول خلق تقاطعات إيجابية بالقرب من مستويات العشرين مما يعزز فرص استئناف الصعود ومحاولة استهداف مستويات 59.60 ريال خلال التداولات القادمة وشرط حقق هذا السيناريو والأهداف المنتظرة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 56.60 هللة إذن أخوين العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل سهم المراكز العربية ونلاحظ أن سهم المراكز العربية حاليا يتداول بالقرب من منطقة المقاومة الثانوية الماثلة عند مستويات 25.30 ريال خلالة وحاليا يحاول أخذ العزم للصعود وتأكيد اختراق المتوسط المتحرك وفي حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم من الممكن أن نشاهد اندفاع الأسعار ومحاولة اختراق مستويات 25.30 ريال خلالة وفي حال نجح السعر بالاختراق من الممكن أن نشاهد سهم المراكز العربية يستهدف مستويات 26.40 هللة و27 ريال خلال التداولات القادمة وشرط تحقق السيناريو الصاعد والأهداف المنتظرة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 24 ريال خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزائلة هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني الأسبوعية للسوق السعودي في حال لديكم أي سؤال أو استفسار يمكنكم ترك التعليق وسوف أقوم بالرد بإذن الله تعالى وأيضا لا تنسوا الاشتراك في قناة اليوتيوب وفي قناة التليجرام الخاصة بالتوصيات للسوق السعودي وأشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله